بيت التونسيين 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 طائفة من الأسباب لكن السبب هو النظام السياسي العربي النظام السياسي العربي الذي ذهبنا وراءه أعتبره هو المسؤول عن هذه الحالة عن هذا الفشل الكل لهذه الأمة واليوم الشعوب سائرة ضد النظام السياسي الشيء الذي اكتشفناه أيضا هو أن الاستبداد سواء كان باسم الوطنية أو باسم القومية أو باسم الإسلام هو دائما نفس الاستبداد أنه يؤدي إلى المأزق التاريخي الذي وقعنا فيه وللأسف الشديد أقول أن الكثير مننا انخرطوا في الخلط بين النظام السياسي بين القومية وبين الأنظمة القومية واتضح أن هذه الأنظمة القومية ربما كانت ألد أعداء القومية وأنها أدت إلى ما أدت إليها وهذا ليس بمستبعد لأن نظام الاستبداد أي كان لا يسمح بالاتحاد هذه الغلطة الكبرى التي لم ننتبه إليها هو أن كل مستبد يعتبر أنه بلاده مزرعة وهو ليس مستعد لفتحها وبالتالي اليوم ما نراه اليوم من الثورات العربية هي أنه تواصل الحلم لكن بكسر القوالب الجامدة التي دخل فيها هذا الحلم وإعادة بلورة الحلم عبر تشكيلات جديدة وهذه التشكيلات الجديدة هي التي نراها اليوم يعني تنبثق عبر هذه الحركات الديمقراطية وعبر هذه الثورات وبالتالي فأنا تصفية الاستبداد ومنه الاستبداد القومي أصبح ضرورة لتحقيق هذا الحلم عفوا من لم يفهم هذا لم يفهم التاريخ لأنه فعلا ما تضح بالكاشف أنه مثلما يعني المستبدون استعملوا الإسلام مثلما استعملوا الوطنية استعملوا أيضا القومية وكان المستبدون ألد عداء الإسلام وألد عداء الوطنية وألد عداء القومية اليوم الدرس الذي نراه في سوريا والذي رأيناه في ليبيا والذي رأيناه في العراق هو أن هذه الشعوب لم تعد تنطلع عليها هذه الحيال وأن الممانعة شرط ضروري ولكنه ليس كافي وأن الوطنية دون مواطنية لا قيمة لها وأعتبر أننا العروبيون الوحدويون حفظنا على هذا الحلم في أصعب الظروف وفي أصعب الظروف التاريخية ولم نتخلى عنه للهروب إلى الإقليمية أو الهروب إلى أي شيء وبالتالي نعتبر أننا حفظتم على هذا الحلم رغم صعوبات المرحلة أديت دوركم الكبير الآن الدور هو أن إعادة ترجمة هذا الحلم إلى لغة سياسية جديدة وهذه اللغة السياسية الجديدة هي الأنظمة الديمقراطية علماً أن الأنظمة الديمقراطية ليست بالضرورة أنظمة وحدوية إذن يجب أن نعمل على أن هذه الأنظمة الديمقراطية يعني نبث فيها هذا الهاجس أو هذا الحلم الوحدوي حتى لا تؤدي الديمقراطية إلى مزيد من التجزئة وليس إلى ما ننتظره منها من الاتحاد نحن هنا في تونس وهنا أعود إلى الأمور العملية يعني قمنا بهذه الثورة واعتبرنا منذ البداية أن البعد العروبي يجب أن يكون جزءاً منها ومنذ استلامي للسلطة والهاجس هذا الهاجس الوحدوي يعني موجود لأسباب سياسية ولأسباب عقائدية لأنني عروبي وحدوي أبن عن جد ولأسباب سياسية لأنني مثل ما دائماً أقول ليس لتونس مستقبل في تونس مستقبل تونس في الاتحاد المغاربي في اتحاد الشعوب العربية الحر منذ البداية يعني منذ استلامي للمهام السلطة أول شيء بدأنا فيه هو إعادة أحياء الاتحاد المغاربي وأقول لكم أن هذا الاتحاد المغاربي الذي كان حبراً على رق والذي كانت تمنعه الأنظمة الاستبدادية لأن مرة أخرى الأنظمة الاستبدادية حتى ولو كانت تدعي القومية إذن بنهيار النظام الاستبدادي في ليبيا وبنهيار النظام الاستبدادي في تونس وبالإصلاحات التي بدأت في المغرب وفي الجزائر وبحس أخوتنا الموريطانيين أنهم أيضاً مستقبلهم أيضاً في هذا الاتحاد شعرت بأن الحالة النفسية موجودة والتقبل موجود والوعي موجود بأن مستقبل لكنا في هذا الإطار هذا أدى إلى تفعيل لجان كثيرة وهذه اللجان تشتغل ليلة نهاراً ونحن نأمل أن يكون هناك عام قريب في عشر أكتوبر اجتماع القادة المغاربيين وأن ستكون فرصة للإعلان عما أسميه الحرية الخمس أي حرية التنقل حرية الاستقرار حرية الاستثمار حرية العمل وحرية الانتخابات البلدية ثم بعدها ربما سنعرض على أخوتنا أنه عندما تحقق هذه الحريات أن ندخل في المؤسسات ببناء المؤسسات البرلمان المغاربي المنتخب من طرف الشعب المفوضية المغاربية على غرار المفوضية الأوروبية يعني ربما أي مجلس شورة جامعة مغاربية جواز سفر مغاربي موحد إلى خير يعني على النموذج الأوروبي لكن بالنسبة لي هذا الاتحاد المغاربي ليس إلا لبناء لما هو أكبر وأهم اللي يسميه اتحاد الشعوب العربية الحرة وهنا قطع جذري ونهائي مع المنظومة أو مع الحلم كما تقولب في المنظومة الاستبدادية أنه من هنا فصاعد أن القضية ليست وحدة مركزية وأنما اتحاد فيدرالي أن القضية هي قضية شعوب وليست قضية أنظمة أنه الاتحاد يبنى أيضا من القاعدة وليس من القمة أنه تجمع المجتمعات المدنية أنه يبنى لبنى لبنى أنه يعني يكون مبني بالأساس على الموطنية مبني على أن هذه الشعوب تحافظ على استقلالها وتحافظ على ثقافتها وتحافظ وأن هذا الاتحاد هو اتحاد مبني على التعددية يعني مبني على التنوع لكن في نفس الوقت مبني أيضا على المصالح المشتركة لكي تبنى هذه الأمة إذن الحلم الجديد إن صاح التعبير مرة أخرى هو بناء هذا الاتحاد المغاربي ربما تبنى أيضا اتحادات جهوية ربما اتحاد الخليج ربما ثم شيئا فشيئا تتقارب هذه الاتحادات الجهوية لتبني في ظرف نتمنى أن لا يكون طويلا ربما عشر عشرين سنة هذا اتحاد الشعوب العربية المستقلة الذي يجب أن نفكر فيه وأن نحلم به وأن نخطط له وأن نبنيه كل هذا بطبيعة الحال في قطعة مطلقة مع المنظومة القديمة التي هي منظومة الإيمان بأن هناك نظام أو هناك شخص يمكن أن يجسد لوحده الحلم أو يمكن أن يقود هذا الحلم هذه منظومة انتهت بارت فسدت انتهت وأعتقد أنه كلكم متفقين على هذا بحيث الآن يعني مرة أخرى لا أطيل لأنني أريد أن أسمع منكم يعني لا أطيل أنه بارك الله فيكم وبرك الله فينا جميعا لأننا فعلا حافظنا على هذا الحلم عندما تخلى عنه الكثيرون الثورات في العربية أظهرت مدى تحابب الشعوب ومدى تقاربها ومدى التساقها ببعضها البعض أظهرت للقادة أنه الآن إذا أرادوا أن يكونوا على مستوى المسؤولية التاريخية لابد أن يقع هذه التقارب الشعوب تريد إلغاء هذه الحدود لأنها أصبحت لا يمكن أن تحل فيها مشاكلها إذن ثم ضغط اجتماعي اقتصادي سياسي عالمي سيجعل من الاتحاد العربي ليس حلما بعيد المنال وإنما مشروعا قابلا للتحقيق نحن كنا بأخطائنا بنجاحاتنا بكذا جزء من هذه المفاعلة التاريخية نحن لا نفعل إلا ترجمة هذا الحلم الجبار نحن مجرد أوعية لتنبياة هذا الحلم وأعتقد أن المستقبل الآن بهذه الثورات بكسر هذه الأنظمة الفاسدة المفسدة سواء كانت قومية أو غير قومية كلها على نفس الشاكلة أعتقد أن المستقبل الذي كان مظلما وكان منذ سنة كان هناك حائط هذا الحائط كسر ونحن الآن لأول مرة نرى التاريخ أمامنا والمستقبل أمامنا إذن مرة أخرى بارك الله فيكم ومبارك الله فينا جميعا لأننا لم نتخلى عن الحلم الجبار والآن يجب أن نعيد صياغته في عقلية أخرى في ذهنية أخرى في تشكيلات أخرى في سياسة أخرى وفي كل المطاف أي أن كان المكان واجبنا أن نفعل من أجل تحقيق هذا الحلم ثقوا على يعني كونوا على تمثيقة أنني في هذا المكان يعني الذي أوصلتني إليه الثورة يعني لن أدخل وسعا وسأقوم بكل واجبي بحيث أن هذا يعني دفع هذا القطار في أسرع وقت ممكن لتحقيق هذا الحلم الجبار مع العلم أنه مرة أخرى القضية هي قضية أجيال قضية يعني يجب أن نربي أجيال الجديدة على نفس المشاعر حتى تأخذ عننا المشعل وحتى إذا يصبنا بنكسة أو بتأخر المشروع يتواصل إلى أن يتم تحقيقه لأنه ضرورة من ضرورية التاريخ هذا ما حبيت أن نقوله لكم وإن شاء الله أرجو أنني لم أبطل عليكم وأنا سعيد مرة أخرى بوجودكم بيننا ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة